دعنا نركز عن الهجمات الآن الأوكرانية التي نراها على شبه جزيرة القرم والاختراقي باتجاه خيرسون الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلت هناك استثمار كبير تجاه أوكراني لكي تنجح تحديدا في هذا الهجوم المضاد هل تعتقد أن إدارة بايدن فعلت كل شيء ممكن للأوكرانيين لكي ينجحوا في هذا الهجوم المضاد وهل تعتقد بأننا قد نكون أمام هجمات مستقبلية أخرى أم أن الحزب الجمهوري سيقف ضد أي تمويل أو مزيد للتمويل أو بالتمويل للأوكرانيين خاصة إذا فشلوا في تحقيق أهدافهم من خلال هذا الهجوم المضاد والما يريده الجمهوريون في الوقت الحاضر هو أن تساعد الولايات المتحدة بقدر الإمكان أوكرانيا للدفاع عن نفسها ولطرد الجيش الروسي من أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم كما تعلم الولايات المتحدة ودول حلف النيتو اعترضت ولم تعترف بأن شبه جزيرة القرم هي جزء من روسيا لا بل تعتبر بأن شبه جزيرة القرم هي تابعة لأوكرانيا ويجب أن تبقى كذلك إذن الحزب الجمهوري يريد إنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن على أمل أن تفوز فيه أوكرانيا بتحرير كافة أراضيها من الاحتلال الروسي يبدو بأن سياسة بايدن تسيره في اتجاه آخر يريد يبدو بأنه يريد تمديد هذه الحرب إلى أمد غير مسمى كان بإمكانه من اليوم الأول منذ العام الماضي في شهر آذار أو في شهر شباط من العام الفائت أن يساعد أوكرانيا بالدبابات بالطائرات بالصواريخ بجميع المعدات العسكرية التي يرسلها الآن إلى أوكرانيا لو فعل ذلك لما امتدت هذه الحرب ولم يكن هناك اتفاق بين الصين وروسيا ليبدو أن الصين تريد تمديد هذه الحرب إذن كان بإمكان الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم وطرد الجيش الروسي ولكن للأسف الشديد سياسة بايدن امتدت إلى الآن ولم تؤدي إلى فوز الأوكرانيين بالاحتفاظ بأراضيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر